احنا خلصنا الكلام على المنديال ولن نتحدث عنه الا قليلا لكن علينا ان احنا ننظر من الان الى منديال المنديال القادم المنديال القادم لازم نكون مشاركين فيه وبقوة ولازم من دلوقتي نشتغل وبتجرد ولازم نشتغل من غير مجاملات ولازم يكون فيه حد مسئول من دلوقتي على منتخب مصر اللي المفروض يشارك في كاس العالم انا بجيب حد ومصر على فكرة فيها ناس كتير جدا فيها ناس مخلصين جدا وفيها ناس مش تقومة جاملات لكن المنظومة الرياضية سواء اتحاد الكورة ولا اللعيبة ولا المحترفين ولا الناس اللي هم مبتوع الشركات الانبية ولا وكلاء اللعيبة كل دول على بعض اشتغلوا وتفعلوا اللي مخلص ولي مش مخلص وغيره المخرجات النائية ان احنا ما وصلناش كاس العالم يعني انا ما تقول ليش اسلحة نجحنا وعملنا بالارقام احنا ما وصلناش كاس العالم فبالتالي هناك خلق مصر كبير مش مجاملة ولا نوع من الانرجسي لا مصر كبيرة تستحق انها تبقى موجودة في كاس العالم طيب مصر موجودة في كاس العالم من دلوقتي بشتغل اللي بشتغل بشتغل من دلوقتي اللي بشتغل بشتغل من دلوقتي هات وحد يا جماعة هات وحد يكون بيحب الكورة وبيحب مصر وبيفهم وشاطر وشخصية قوية ومعندوش خياره فقوس ومبعرفش يجامل لاعب يشرك لاعب مجاملة على حساب لاعب تاني يا جماعة خلينا نجيب حد مسؤول عن كرة القدم يكون فعلا حسس بينا انا بتكلم برضو بشكل عام الكرة قادرة على صناعة البهجة الكرة قادرة على صناعة السعادة الكرة قادرة على صناعة المعجزات الكرة أداة من أدوات إمتاع الجماهير الناس لما بنشوف الناس بيحتفل وبادع الشكل هو احنا ليه حرمنا نفسنا وتحرمنا من ان احنا نكون زي دول ما احنا بشر زينا زي دول وعندنا لعيبة وعندنا ناس وعندنا لكن مشكلتنا ان احنا بنضع اللاعب غير المناسب مكان اللاعب المناسب وبنحط المدرب غير المناسب مكان المدرب المناسب وبنحط المدير غير المناسب مكان المدير المناسب هي دي اعتقد وانا اتكلمت مع ناس كتير في الكرة وناس بيحبوا مصر بس هو بيشجع بلغ بس يقولك يا جماعة انتوا بتلعبوا مين وبتعملوا مين وفي ناس احرف وفي ناس اشتر انا ما بفهمش بالكورة لكن افهم ان فيه منتخب يكون موجود يعني شفته الرئيس الفرنسي قاعد في الاستاذ بعمل ايه بيشجع مشجع لانه عارف هيعمل ايه اهو شايفين الصورة دي صورة معبرة على يعني ايه يعني ايه كرة قدم لم تعد كرة القدم مكرر لعبة بقول تاني ادارة منظومة كرة القدم اكبر واهم من ان تكون بين القائمين عليها